ولأن صفحة الجديدة تراجع ما بين سطور السياسية والأمنية تقول مصادر مطلعة أن الرئيس التركي حمل إلى محاوريه في أربيل ملفي حزب العمال وشراكة تركمانية فيما اعتبر الحاضر على مطار السليمانية ورقة مؤجلة بانتظار نوايا جديدة المصادر ذكرت أن نائب رئيس الوزراء قباط طلباني طرح على الرئيس التركي رفع الحاضر عن مطار السليمانية دون الحصول على ضمانات مباشرة بانتظار ما سيحدث من جانب السليمانية بهذا المجال بينما غاب تصدير نفط كردستان عن أولويات المرحلة المصادر كشفت عن تفاهم على تشفيف ممرات حزب العمال في الإقليم بتعاون ثنائي مقابل فتح منافذ جديدة لاستعاب حركة التجارة يقابلها تفاهم كردي تركماني على المصالح والتحالفات في انتخابات برلمان كردستان والحقوق العامة ما سيفرض واقعا سياسيا وانتخابيا جديدا في الإقليم حسب المصادر التي أشارت إلى تنازلات سيقدمها الاتحاد الوطني